كن مع اختيار رابع مع تامر عدل على ريديوهيدس بسالة خير عليكم جميعاً وكل سنة وانطيبين حلقة جديدة من اختيار رابع على ريديوهيدس 882 عايز ارحب بكل الناس اللي معانا النهاردة في الحلقة اللي هيبقوا معانا واللي معانا من قبل الحلقة ما تبتدي بدقيقتين كمان النهاردة 2.08.2012 والساعة دلوقتي واحدة ونص بالزبط بتوقيت القاهرة ازبطوا ساعتكم على اختيار رابع وازبطوا ساعتكم دايماً مع ريديوهيدس 882 وانتو عارفين في اختيار رابع دايماً بسألكوا سؤال وبديكم 3 اختيارات وانتو بتختاروا من التلاتة او بتختاروا اختيار رابع كل واحد على مزاجه متهالي النهاردة السؤال هيعجب الناس شوي او ممكن يجي على مزاج بعض الناس احنا ليه في مصر بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي ده السؤال دايماً بيقرق ناس كتير جداً يمكن انا اتكلمت فيه قبل كده بس اتكلمت فيه بشكل مختلف فالنهاردة هتديكم 3 اختيارات احنا ليه بنحب المسلسلات التركي بالزبط الكائبة والافلام الهندي اللي هي مفيش طبعاً اكئب منها هلا اننا بنموت في النكد ولا هلا اننا شايفين ان الاعمال المصرية رديئة جداً فاحنا مش هنتفرج عليها منتفرج على الحاجة تانية ولا عشان مهند وكريم واميتاب باتشان طبعاً مش عارف مين في الجديد في الهندي يعني الجديد بس في التركي مهند وكريم الجديد في الهندي اميتاب باتشان بس فانا بسألكوا سؤال صريح جداً وواضح جداً النهاردة الحاجة تهيز شوية بما انه ويك اند فتعالوا نعرف مع بعض ليه الشعب المصري بيحب الافلام الهندي وكمان المسلسلات التركي لاننا بنموت في النكد لرضاءة العمالة المصرية ولا عشان مهند وكريم واميتاب باتشان الله يمسي بالخير 8802 ده رقم الاسو بس 38 35 961 ده رقم تليفوننا ما تنسوش كمان تقدروا تشاركونا من خلال تويتر اعملوا لي منشن آت تامر عادل ام على تويتر وصباح الفل على كل المصريين اللي بيسمعوا واللي بيحبوا الافلام التركي والمسلسلات التركي والافلام الهندي واللي ما بيحبوش كمان تعالوا نسمع لولة الزغبي امانة ونرجع تاين اختيار رابع مع تامر عادل وعلى فكرة دول ما لهمش يسوق في العالم كله غير في دول معينة من الدول العربية واحنا منهم ومن اهمهم لان ما تنسوش كمان احنا عدينا نسبة مشاهدة عالية بما اننا تقريبا تسعين مليون فايا كانت نسبة المشاهدة هتبقى عالية جدا مقارنة باي دولة من الدول العربية كمان وعندي ثلاث اختيارات الاختيارات بتاعتي في ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي هي واحد بنموت في النكد اتنين رضائط الافلام المصرية او الاعمال يعني المصرية والمسلسلات المصرية ولا عشان مهند وكريم وعميتاب بشين والحاجات دي كلها وانتو عارفين معظم اللي اتفرجوا على الحاجات دي البنات والبنات هم اللي بنجحين الحاجات دي صححولي واختاره معايا اختيار من التلاتة او اختياره اختيار رابع على مزاجه كل واحد يختار على مزاجه ويقول لي ايه رأيه في الموضوع ده على 8802 رقم الاسم اس او 3835961 ونسمع حبيبت حبيبك محمد رحيم ونرجع تاني خليكم دايما زبطانها ومعلينها معنا ورمضان ايامو حلو عليكم جميعا واختيار رابع مع تامر عادل ده البرنامج اللي انتو بتسمعوه دلوقتي وسؤالي للناس النهاردة في اختيار رابع ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي وعموما الحاجات الدرامية الفضيعة الزريعة دي واحد لاننا بنموت في النكد اتنين لان في رضاقة كبيرة جدا في العمالة المصرية انا بقول يعني دي اختيارات مش لازق يعني ده مش رائي عشان محدش بس يفهمني غلط ولا عشان اه معظم اللي بيتفرجوا على الحاجات دي بنات وهم بيكونوا معجبين جدا بمهند وكريم واميتاب باتشان والحاجات دي كلها معلش على ايام انا كان اميتاب باتشان معرفش في الهندي مين الجديد دلوقتي لو حد يعرف ممكن يا ساعدني على تمانية تمانية زيرو اتنين رقم الاسم في كزا حد مختارين رقم تلاتة وفي واحد بس مختار اه رقم واحد بنموت في النكد وفي اه اكيد عشان مهند وكريم واميتاب برضو تاني ده وحيد وحيد شيكو وهم سأل فول يا سوس تامر انا شايف ان الفراغ والرومانسية التفهى السبب وعجبي ده سيد السوائل لا هي الرومانسية نفسها ما هياش تفهى يا عم سيد اه اه يعني بس بس لو هي دي الرومانسية لا يبقى يبقى كل ساعدهم طيبين يعني هاي الرومانسية ان انا قاعد اتفرج على مسلسل انا بيعانها عن نفسي مبس تحملش خلص مهند بعدين لو قاررنا ما بين الاعمال تفتكروا ايه اللي ممكن تتفرجوا عليه اكتر لو حاليا بيتعرض مسلسل زي مثلا فاطمة ومهند والحاجات دي مسلسل جديد في رمضان وبتعرض الاعمال المصرية الدرامية الجامدة جدا اللي نازلة اللي يعني مش كلها حلوة طبعا حاجات قليلة جدا منها بس اللي كويسة لو ده نازل قدام ده هتتبعوا ايه في رمضان هتتبعوا ايه المصري ولا التركي يعني خلونا بس كده نحسبها اه بالشكل ده وقولولي هتتفرجوا على المصري ولا التركي اكتر على تمانية تمانية زير و اتنين رقم لازم بس عشان نوصل في الاخر الكونكلوجين او الاستنتاج بتاعنا هل احنا احنا بنحب النكت فعلا احنا بنموت في الحاجات دي ولا فعلا الاعمال المصرية لا تصلح لاننا نتفرج عليها فبالتالي بقيتنا نتجه للتركي وبقت السوق المصرية سوق مفتوحة جدا للمسلسلات التركي والافلام الهندي طبعا من زمان والمصارعة والكلام ده كله ولا هلا ان البنات هي البس اللي بتفرج على الحاجات دي وعشان مهند شكله حلو كريم شكله ورده حلو اميتاب بشان اكيد كان شكله حلو شكله حلو حتى لما كبر عمل دوجلس بيضة كده تمانية تمانية زير و اتنين رقم لازم اسوط تعالوا نهيس كده مع بعض النهاردة وحلقة مختلفة من اختيار رابع معكم تامر عادل ونسمع ريانا راشن رولات ونرجع تاني على ريديو هتس خليكم دايما نزبطنها ومعلينها ومخلينها معانا انجوي يو ويكيند ويكيند راديو هتس 88.2 اختيار رابع مع تامر عادل على ريديو عايز برضو قبل منسى ابارك لمنتخبنا المصري الف الف مبروك فوزه على بيلا روسيا 3-1 وبقول لكابتن هاني رامزي الف الف مبروك على التغييرات المناسبة في التوقيت المناسب هو بنفسه اعترف بعد المباراة اللي فاتت ان تغييراته كانت متأخرة كتير وبالتالي حصل التعادل اللي حصل في المباراة اللي قبلها واحد واحد والحمد لله كده احنا هنصعد لدور التمانية اللي ملاقات الكمبيوتر زي ما علق يعني رقم اخره 094 ده حسن حسن قال هنقابل الكمبيوتر الياباني ربنا يسطر ان شاء الله خير كلنا ثقة ان شاء الله في منتخبنا الوطني انه يحقق على الاقل ان شاء الله مدالية في اولمبياد لندن 2012 نتمنى ونبارك مرة تانية لعلاقة والاسم اللي حقق الفضة في مسابقة الشيش وسؤال ديكم النهاردة في اختيار رابع هو احنا ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي هل اننا بنموت في النكد ولا هل ده راجع لرضاءة الاعمال المصرية ولا عشان مهند وكريم اميتاب باتشان والحاجات دي كلها البنات بتحبها والبنات هي اللي بتفرج على المسلسلات دي والاعمال دي في حد بعد بيقول لي كنت انا بقول ان انا مش عارف اميتاب باتشان ده الوحيد اللي انا عارفه في الهندي معارفش مين الجداد فبيقول لي الجديد في الهندي اه شاروه خان وشاهد كابور وسيف علي خان والله بقى دي ناس مصققة في الناس بتتابع هندي الواضح ان فيه ناس كتير بتتابع هندي كمان متشكرين جدا يا تلتمية واتناشر اه سيف علي خان ده اه هندي ماشي عشان احنا شعب اوفر وبنحب اللت والعجن ده احمد شهين هل احنا فعلا احنا شعب مأفور شوية يعني في الاحساس يعني بنحب الحاجات الدراماتيكية قوي وبنحب الاهات والعيات والبكاء وبنحب النكد فبالتالي الحاجات دي اللي مناسبة بالنسبة لنا الفلام الهندي اللي دايما تطلع عمه في اخر المسلسل بعد ما هو اصلا هو يعني هو لقاها طفلة صغيرة ياخدها ويربيها طول الفيلم ولا طول المسلسل الفيلم الافلام الهندي دي افلام مش مسلسلات يفضل ياخدها يربيها حوالي مثلا ثلاث ساعات ونص اربع ساعات طول الفيلم وانت تقوم وتنام وتنام وتقوم وفي الاخر يكتشف انها خالته بقى امه وصحبته وبنته واخته لازم في الاخر يتقابلوا كلهم العيلة مع بعض مش عارف الافلام الجديدة ماشي على نفس ولا لأ بس هيعموها افلام افوارة بالنسبة لي يعني فانا بقى ايد وجهة نظر رحمة شهين اسلام بيقول صباح الفل يا طمورة وحشني جدا لجابة ونس بيهرج اسلام صباح الفل عليك يا عم اسلام لا جاوبني بجد يا اسلام انت من الناس اللي بيتفرجوا على المسلسلات التركي والافلام الهندي ولا لأ ولو بتتفرج عليها بتتفرج عليها ليه ايه السبب عايز حقي مرة تانية حسن وعايز حقي نانسي كل الناس اللي نضمولنا كمان على تويتر تقدروا تعملولي تامر عادل ام كلمة واحدة على تويتر وتمانية تمانية زير و اتنين ده رقم رقم الاسم اس وتمانية وتلاتين تلات خمسات ده رقم تليفوننا وسؤالي ليكم زي ما هو السؤال بيقول ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي لاننا بنموت في النكد ولا لرضاقة الاعمال المصرية ولا عشان مهند وكريم بقم يتاب ونسمع ننسي عجرم ونرجع تاني على ريدي هتز والحلوة بتفلت منا ونرسي اني بغار بجن خسوس لو تحكولك هني انت تقفرني بتحني بيوقع قلبك منا وانا اجمل شد بيتمنى بمشواري شاركنا امش مثلك انت مضيعني بحركاتك وملبك مك وانا اجمل شد بيتمنى في حد بعد يقول الاعمال المصرية السنادي سيئة للغاية وواضح ان هو يعني من كلامه انه مش راضي حتى عن اكبر النجوم اللي موجودين السنادي في السباق بتاع المسلسلات يعني شايفين ان هم اعمالهم القليلة اللي عملوها في التلفزيون قبل كده كانت اقوى بكتير من اعمالهم الجديدة طيب فيه حد تاني بيقول اسلام زعلان جدا انه محضرش البرنامج المتميز مسي جدا لك اسلام بتاعك اطمور اللي جابة ان الشعب المصري بيحب الرومانسية والنهايات السعيدة بس هل الافلام الهندي دي بيبقى نهاياتها سعيدة يا كمان لازم حد اتنين مسلا يموتوا ففي الاخر يتبقى بطل واحد بس يعيش عشان هو اللي هيكمل القصة ودايما بيقى امي تاب بشان يعني او اللي هم الناس الجديدة دي طيب احنا ليه بنحب المسلسلات التركية هل يعني ممكن اديكوا اختيارات تانية هل مش بس عشان احنا بنموت في النكد او رضاقة العمالة المصرية او عشان مهند وكريم واميتاب تشان والحاجات دي هل احنا في الثقافة بتاعتنا بنحب الدراما هل تربيتنا وعادتنا كانت على اساس اننا ما بنتحكش دايما واحنا صغيرين كانت على اساس ان احنا دايما بنكتائب يعني هل شعب المصري شعب بيميل الاكتئاب اكتر من الانبساط ولا لا وليه 8802 ده رقم الاساس 3835961 رقم تليفوننا تعالوا نسمع somebody that I used to know ونرجع تاني على راديو هيتس 882 خليكم دايما معانا لغاية الساعة اتنين ونص ومكاملين حلقاتنا في اختيار رابع الساعة دلوقتي اتنين بالزبط بتوقيت قاهرة اثبتوا ساعتكم دايما معايا وليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي ده سؤال ليكم النهاردة ايه السبب في كده هل اعملنا احنا رديقة ولا احنا بموت في النكد ولا عشان البنات كلها بتتفرج وبالتالي بيحبوا مهند وكريم واميتاب اتشان والحاجات دي في حد بعد يقول ااميتاب اتشان رحت عليه خلاص الجديد دلوقتي شارو خان لكن الهندي نسبة مشاهدته سبتة من زمان انما التركي ظاهرة وهتنتهي ده وحيد شيكو مش عارف بصراحة هي ظاهرة وهتنتهي ولا لأ ولا فعلا زي ما قالوا الفكرة في مصر ومتأكدين دايما ان اي عمل جديد ليهم يقدروا يبعوك مصر بمنتهى السهولة ويكسابوا كمان من عندنا في حد تاني بعد يقول دي ساميا بتقول عشان دماغنا تعبانا اا لا يعني ما تقدريش تقول اتعمني الموضوع يا ساميا لكن اا فيه ناس بتحب ده انا شايف اا اننا لازم نسأل نفسنا احنا ليه بنحب ده عشان نعرف ايه السبب هل احنا بنحب النكد انا حبحس بصراحة ان احنا شعبنا شعب المصري شعب عاطفي قوي بحب النكد قوي يعني بس بلاش عاطفي دي هنكلم فيها مرة تانية بشكل مختلف في حد تاني بعد يقول مفيش راجل بيتابع تركي ولا هندي هم السبتات والبنات ربنا يهديهم يا تامر لو سمحت قلنا اسم اغنية ريانا تاني بالحروف لو ينفع ده حسين هي اسمها راشن رولات راشن يعني الرولات الروسية ياذو بالله الرولت اللي بتاع الامار دي طيب راشن اللي هي رولات اللي هي رولات اللي هي اه 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 يعني مثال دي كده وضحت تمانية تمانية زير واتنين رقم الاس واس وتمانية وتلاتين تلات خمسات تسعة ستة واحد ده رقم تليفوننا وكل سنة وان طيبين مرة تانية وسؤالي ليكم هو ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي واي حاجة ليها علاقة بالدراما وبالنكد لاننا بنحب النكد ولا لان اعملنا احنا المصرية مش حلوة ولا عشان مهند وكريم وامي تابة شان وكل الناس الحلوة اللي في الاعمال دي قلولي ايه رأيكم اختياراتكم ايه من التلاتة دول ولا هتختاروا انتو اختيار رابع على ريدي هتس تمانية تمانية اثنين معايا في برنامج اختيار رابع تعالوا نسمع رانيا مدرسة خاصة ونرجع تاني على بال ما استنى بقية الاسم اسم منكم ونرجع لكو مرة تانية بعد ما استمعنا رانيا مدرسة خاصة وفي حد بعد يقول عشان في الهندي في استعارات حلو الحق ده في حد معجب الاستعارات هو الاستعارات ده كويس طبعا يعني بس يعني مش ما بتحسش انها مملة شوية او طويلة الفيلم نفسه بيبقى برضو مملة وطويل ما بقولش انوحش بس طويل قوي ودايما بيبقوا بيهجاس وجامد وامي تابة شان دايما يقوم شادد الطيارة بحب يعني انا شفته في فيلم مش هنساء خلص هنا صغير اه كانوا خطفوا حبيبته ورجبوا الطيارة فبعد ما رجبوا الطيارة كان فيه حبل نزل من الطيارة طبعا فهو مسك الحبل وفضل بقى عم بحطت رجليه في الارض كده والطيارة طلعة وهو حط رجليه في الارض جامد لغاية اما لقى عمود نور ام رابط الحبل في عمود النور امت الطيارة قاعدت تتهز وقاموا نزلين بحبيبته تاني عشان طبعا هو شد الطيارة بالحبل فااا ودا استعارات برضو على فكرة انا سيد سمير صاحب اسلام الرقق يا طمورة الاجابة ان مصر خلاص خدت على الدراما حتى في حياتها الطبيعية حلو احنا ليه بنحب الدراما يا جماعة يعني ليه احنا عندنا طبعا في حياتنا بنصور دايما الاعمال الفنية هي صورة او مراية للواقع حلو احنا الواقع عندنا زي ما فيه حاجات وحشة اكيد فيه حاجات حلوة ليه دايما الشعب المصري ميال للحاجات الدرامية قوي او معظمه يعني مش عايز اقول كله وليه بنحب المسلسلات التركي والافرام الهندي لاننا بنموت في النكد ولا لان الاعمال المصرية مش حلوة ولا لان مهند وكريم واميتاب باتشان بيحوزوا على اعجاب البنات فيه حد تاني بعد بيقول لا هندي ولا تركي يعني اصلا راسي بتوجعني وبصدع من اللهجة الهندي لو رجعنا للعربي هنعرف انه احسن ومن فتأة دي متاهدي حبيبة حبيبة كلامك زريف جدا بس انا مش بقرن ما بين اللغتين دلوقتي يعني ده موضوع تاني خالص ليه بنحب المسلسلات التركي وكمان الافلام الهندي ده سؤالي ليكم اختاروا اختيارات من اللي عندي او اختاروا اي اختيار على مزاككو كاختيار رابع في حلقتنا النهاردة في اختيار رابع وكل سنة وانت طيبين مرة تانية نسمع الاغنية اللي جاية عبدالفتاح جريني بحب اشوفك وكل طلبات اللي اغاني تعدكو اكيد على نفس الرقم 88802 رقم الاس او اس ورقم تليفوننا هو 3835961 بحب اشوفك كل ثاني اصفت علي صد عيني يا دنا لو بس تبعد عني اختيار رابع مع تامر عادي على ريديوز احمد بعت عدد مسجات هستيلي يعني مش عارفت ايه لحد دلوقتي عشان طالب اغنية بهاق سلطان لو بعتني حاضر انا يا احمد الاثنين بهاق سلطان الاغنية اللي جاية لو بعتني هدأ خاص جدا 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 لأحمد ابو مسجات كتيرة وسؤالي ليكم مرة تانية هو احنا ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي وكل حاجة فيها دراما وعيات ودموع وقهات والكلام ده كله انتو عارفين طبعا لاننا بنموت في النكد للرضائة الاعمال المصرية ولا عشان مهند وكريم وامي تابة شان دول حلوين جدا بالنسبة للبنات والشباب المصريين مش مقنعين اوي يعني تمانية تمانية زيرو اتنين ده رقم الاسم بس قلولي ايه الاختيار بتاعتكو او اختاروا انتو اختيار رابع معايا في الحلقة لو بعد تاني اقول وتعالوا نكمل حلقتنا الاجابات يعني ما حدش يزعل لو انا قريت جزء بس معين حسب بس مدة الحلقة ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي لاننا بنموت في النكد ولا لاننا شايفين ان العمالة المصرية مش حلوة ولا لاننا بنحب او البنات يعني بيحبوا كريم ومهند وامي تابة شان في حد بيقول لان مسلسلاتنا المسلسلات بتاعتنا ساعات مش مقتنع اه هو مبقى مش مقتنع بيها يعني واحنا رومانسيين شوي الله عالرومانسية في حد تاني بعد بيقول هروب من الواقع وجمال الطبيعة واناقة الحوار ده رقم اخره ثلاث اربعات يعني كلام عميق برضو والله في حد تاني بعد بيقول اه الافلام الهدية الهندية دي اه افلام الهندية دي كلها قلش الله عافيك يا ابني جامد جامدة جدا اما المسلسلات التركي احنا احسن من المصري بكتير دي وفاء ماشي وفاء اوكي احسن منها في ايه يعني في تكنيك التصوير الصورة نفسها نظيفة الشكل الممثلين نفسين حلوة مثلا ولا القصة نفسها هيقل حلو يعني ولا الممثلين مثلا التركوة اشتر مننا دي انا اكيد مش هقبلها يعني لو حد قالها يبعث هاليف اكيد يعني ما يبع ما يلش كده طارق بعد بيقول اختيار على تمانية تمانية زيرو اتنين ونسمع فضل شاكر كنت مفكر منسيتك من زمان من نظره شافوك عيوني تسكنت اللي كان لا ما تقل لي انك راجع وتخليني نام حبك عندي يا حبيبي ومن نسياني يالي بقلبك أسراري بشتقلك ليلة ونهاري حبك أكتر من حالي وعليك شبغات هزرة منك حنون تشعلني وبجن جنون سكن راديو هيتس راديو هيتس 88.2 راديو هيتس للاعلان على شبكة إذاعات راديو مي راديو هيتس ميجا أف أم ونغم أف أم وكالة صوت القاهرة الوكيل الأعلاني الحصري تليفون 3-3-750-22 فاكس 3-3-750-99 كل سنة من طيبين معكم عمر سلامة تسمعوني إن شاء الله في رمضان 30 حلقة في 30 يوم هنتكلم في المواضيع مهمة تهموكو زي ما هي بتهمني كل ده من غير شعرات من غير شعرات مع عمر سلامة كل يوم في رمضان على راديو هيتس رمضان أيام حلوة اختيار رابع مع تامر عاديو على ريديوز مكملين اختيار رابع واختياراتنا الرابط تخلص ولا إيه رورو بعتها بتقول الأفلام الهندي فيها خيال البنات وموضعها مفيدة لكن المصريين أفلامهم بقت إغراء لا مش الدرجات دي يعني وبعدين الأفلام المصري أفلام محترمة جدا وفيه يعني أفلام على مستوى عالي جدا من الجودة سواء في الكتابة سواء في الإخراج في التصوير في كل حاجة يعني مش عارف في التمثيل يعني بلاش الحكم بلاش التعميم ده يا رورو بسأل فول عليكي فيها التاني بعد بيقول يمكن الشعب المصري بيدور على حاجة جديدة وناس جداد وممثلين مع أن أفلامهم وسلسلاتهم شبه بعضها ودي عادة الشعب المصري العالم يبقى بيسمع حاجة وإحنا بنسمع حاجة تانية خلص أنا معاك بقى في الحتة دي يعني إحنا مش دايما بنواكب العالم في كل الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة إحنا يمكن وحاجات تانية بنفضل محتفظين بيها لأنفسنا محدش بيعونها في العالم غيرنا حتى في 2012 والناس دول بطالوا يعملوها مثلا من سنة مش عارف زمان يعني في حد مين ده كمال بعت مسج طويلة أوي معلشها كمال هحاول اختصرها يعني أن الإنسان آآ آآ الإنسان الدراما بمفهومها بسيط جدا هي حالة بتخرج الإنسان من الواقع اللي عايشه لا يعني إحنا ممكن نخلي الدراما حاجة بتخرج الإنسان من الواقع اللي عايشه بس ما تبقاش بتخرجه من الواقع اللي عايشه وتودي عواقع مختلف تماما هو بعيد عنه ومستحيل يحصل له ويبقى حلم يعني متهقلي الدراما لازم تكون مراية للحقيقة بس بشكل أحلى شوية تخلي الإنسان خارج من العمل الفني وهو برضو متفائل وعنده استعداد يواجه الحياة عنده استعداد يقابل بكرة عنده استعداد يروح البيت لامراته يلاقيها بتقوله فين الفلوس عشان احنا النهاردة اتنين في الشهر فانت لسه ما قبطش يعني الإجراءات دي كلها بلاش نسرح بعيد وليه برضو مرة تانية سؤالي لكم ليه بنحب المسلسلات التركي والأفلام الهندي لأننا بنموت في النكد ولا لرضاءة الأعمال المصرية ولا عشان مهند وكريم واميتاب بشان دول حلوين جدا والبنات المصريات بيحبوا شكلهم فبالتالي بيروحوا لهم وهم دول بس اللي بتفرجوا على الأعمال دي ولو عندك اختيار رابع اكيد اختيارك هيبقى اكتر اختيار مفيد بالنسبة لي لأنه اختيار انت بقى اللي شايفه من خلال التلفزيون بقى انت بتتفرج بتتفرجش انت شايف قريبك البنات هم اللي يتفرجوا ولا لأ شايف ان احنا فعلا شعب بموت في النكد زي عينينا ولا لأ وتمانية تمانية زيرو اتنين رقم الاسم عشان تردوا علي وبعتذر على المساجات اللي انا ما بقرهاش بتضيع في النص هنعيش هنعيش لنا في ولا ما فيش لنا اهم حاجة نلاقي حد نحبه ونتحب يا اهلي نارا اختيار رابع اختيار رابع مع تامر عادي على ريديو في حد بعد بيقول الدراما المصرية السنادي معمولة مخصوص لولاد الفنانين يعني اه هو في مشاركة عالية السنادي فعلا في حد تاني بعد بيقول انا ما بطيقش اتفرج على المسلسلات التركي دي لكن بحب الافلام الهندي من وانا صغير اه اوكي يعني انت حر انا النهاردة بصراحة ما كانش فيه هدف كبير قوي يعني من الموضوع ان نسأل احنا ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي عشان في الاخر نوصل ان اه ان مثلا ايا كان يعني لأ هي الفكرة كلها ان احنا كنا مدردش مع بعض وانا عشان كده كنت بسأل وكان سؤالي ديكم النهاردة ليه بنحب المسلسلات التركي والافلام الهندي اكتشفت ان احنا فعلا شعب بيموت في النكد اكتشفت ان احنا فعلا فيه عندنا جزء كبير جدا من الرضاقة في الاعمال المصرية واكتشفت كمان ان فيه بنات كتير بيحبوا مهند وكريم واميتاب بشان ده حقيقي واكتشفت اجابات تانية واختيارات رابعة لكل الناس اللي كانوا معانا النهاردة على الهوى عايزة اشكر كل الناس اللي قريت مسجاتهم واللي ما قريتش الناس اللي كانوا معانا على التليفون وكمان على تويتر وبكرة اه اجازة وبعده اجازة الجمعة والسبت ويكان سعيد لكل الناس هكون معاكم يوم الحد ان شاء الله فابدأ يومك الصبح وكمان في اختيار رابع في نفس المعاد من واحدة ونص لاتنين ونص ظهرا كل يوم معادة الجمعة والسبت ويكان سعيد وكان معاكم تامر عادل في اختيار رابع ونسمع فيروز اخير اغنية وسلام اشتركوا في القناة